السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابنائي وبناتي طلاب وطالبات رابعة كده اي ان شاء الله معكم استعمال احمد عبدالستار من كناة السابورة بنبدأ مع بعض يونيت 4 الوحدة الرابعة where do you live اسم الوحدة where do you live اين تعيش where do you live where do you live الوحدة الرابعة جايب لي هنا صورة ولد بيلعب في الهواء الطلق الوحدة الدرس الاول at home listen one الدرس الاول at home في المنزل at home at home في المنزل ده الدرس الاول listen one at home في المنزل عندي new vocabulary كلمات ده دي ده kitchen مطبخ kitchen 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 خلي بالك سي اتش نطعناها kitchen 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 balcony 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 bathroom باس روم دورة المياه bathroom 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 living room living room حجرة المعيشة living room living room bedroom bedroom حجرة النوم bedroom bedroom dining room حجرة الطعام نقولهم تاني Kitchen Balcony Bathroom Living room Dining room Bedroom لحجرة النوم في عندنا أنواع المنازل Types of houses Types of houses في أنواع المنازل في حاجة اسمها apartment شقة سكنية ده بتبقى عمارة وفيها شقة سكنية بتبقى أنت ساكن في شقة منهم اسمها apartment 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 house boot house boot ده هو منزل عائم على مثلا على الماء على النهر house boot house boot زي دي كده سفينة كبيرة أو مركب كبير طبعا هم عايشين فيه لأنه شغلهم في المركب مركب سياحي فبيعيشوا مثلا في المركب اسمه house boot house منزل وبوت قارب house boot منزل عائم فيه house بقى بيت مخصص لك أنت اسمه house في تنت خيمة تنت تنت ده خيمة موجودة في السحر في اكسترا vocabulary كلمات إضافية زي building مبنى بيلدينج 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 كويتلي بهدوء كويتلي 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 ستريت شارع ستريت انيوجل غير عادي أو اشتثنائي انيوجل انيوجل روم حجرة روم روم كلوس لقماش كلوس 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 هول كل هول 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 فانتاستيك رائع فانتاستيك فانتاستيك بمعنى رائع كونجيكيشن أوفوربس صريف الأفعال في طبعا ريجلور فيربس وفي الريجلور فيربس ريجلور فيربس برازلت أنيوجل ريلاكس 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 دي أو إي دي أما الـ irregular verbs بنحفظها كما هي في important expressions and prepositions for me بالنسبة لي for me that sounds good هذا يبدو جيدا that sounds good يعني بقول لك let's study أو let's study يعني هيا بنا نزاكر أو let's go to the park هيا نذهب إلى الحديقة that sounds good هذا يبدو جيدا أو فكرة طيبة فكرة رائعة move to يعني ينتقل للعيش من مكان إلى مكان آخر اسمها move to move to move to be هنا معناها a موئز و are يعني مثلا made of cloth هنقول مثلا dress is made of cloth t-shirt is made of cloth صنوع من الكوماش live on a house boot يعيش في منزل عائم live on a house boot let's do it هيا نفعلها let's do it we cook food in the night بنطبخ الطعام فين bedroom حجرة النوم bathroom الحمام living room حجرة المعيشة kitchen المطبخ طبعا in the kitchen سؤال الثاني the whole family اللي على كلها sit together عارض مع بعضها in the night بنقعد فين في غرفة المعيشة غرفة المعيشة bedroom لحجرة النوم dining room حجرة الطعام bathroom room الحمام واللبالكول في البلاكول طبعا هنا لألي to have their lunch حتى يتناولوا وجبة العشاء أو الغذاء كلمة lunch الغداء هيتناول وجبة الغداء فين طبعا في dining room حجرة الطعام dining room السؤال الثالث I live with my family أنا أعيش مع إلى التي النقط It's on water على الماء طبعا ما على الماء يبقى ده اسمه houseboot منزل عائم بعد كده بولينا look read and complete I cook food in there اللي مطبخ طعام هيتبخه فين جايب لصوت المطبخ I cook food in the kitchen واكتب هنا kitchen number two بيقول لي I sleep أنا بنام here in the night طبعا ده حجرة النوم bed room حجرة النوم number three I talk بنتحدث to family أو to my family مع عائلتي and watch television in there طبعا حجرة المعيشة living room living room اللي بعده number four I take a shower بيقعد حمامه in there طبعا الحمام bathroom 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 number five I love to sit in the night I can see the people in the street طبعا هيقعد فين in the balcony في البالكونة balcony number six I eat dinner بتناول الوقبة العشاء with my family in there dining room حجرة الطعام dining room حجرة الطعام listen and read استمع وقرأ where are mom and talia أين توجد الأم و talia الأم هنا بتقول look at our lovely new apartment look at ونظر إلى our lovely new apartment اللي شقتنا الجديدة الجميلة رقت عليها قلت لها it's fantastic إنها رائعة it's fantastic it's fantastic سألتها سؤال which is which is يعني أي من which is your favorite room أي حجرة فيهم هي المفضلة لكي which is your favorite room قالت لها for me بالنسبة لي أنا for me it's my bedroom حجرة النوم بتاعتي لقلت I can relax أستطيع أن أنا أسترخي فيها and do my homework وأكون بعمل واجبي المنزلي quietly بهدوء نقول لها ثاني which is your favorite room أي غرفة من هذه الغرف المفضلة لكي for me it's my bedroom غرفة النوم I can relax and do my homework quietly يمكن الاسترخاء وأداء الواجب المنزلي بهدوء التالة my favorite is the living room فرضا لها عندي هي بقى living room with the balcony اللي فيها بالكونة ليه I can see the whole street أستطيع أن أرى الشارع كله أو الشارع بقى أكملة تالية بتنادى عليها يعني بتقول لها تالية can you help me تستطيعين أني أنت تساعديني organize the kitchen لنظم المطبخ طبعا أكيد هتساعدها قالت لها that sounds good إنها فكرة رائعة that sounds good let's do it هيا ننظم المطبخ طبعا the underlined word fantastic معناها amazing fantastic معناها amazing the underlined word lovely lovely بقى أرضو معناها beautiful lovely معناها الشيء الجميل look listen and read my aunt عمتي moved to a new apartment to their family انتقرت لتعيش في شقة جديدة مع عائلتي they are very happy هما سعداء جدا because they have a big balcony لأنهم عندهم بلكونة كبيرة my friend and her family أما بالنسبة لصديقي وعائلته live on a house booth يعيشون في منزل عائم it's small صغير الحجم but she loves living on water ولكنها تحب العيش على الماء in the desert in the desert في الصحراء in the desert some people live in a tent طبعا ما يعيش في الصحراء يبقى بعيش على في tent خيمة this home is made of cloth هذا المنزل اللي هو التنت مصنوع من القماش يعني الخيمة تكون مصنوعة من القماش number four I love living in a house أنا بحب يعيش في بيت كبير كده because it's big or because it is a big building مبنى كبير الحجم my grand parents like daddy live with us بيعيشوا معنا I can play outside استطيع أن ألعب بالخارج with my brother مع أخي and sister وأختي وصلنا general exercises on lesson one تدريبات عامة على الدرس الأول بقول اللي lesson and short kill the correct answer from ABC or D طبعا لا استماع بس إحنا لو بصنا على السيلة لأننا نعرفنا حلال وحدنا I live in a apartment تبعيش في شقة with my هتبعيش في شقة مع مين friends أصدقائك teachers معلميك ولا family عائلتك ولا classmates وملائك هنعيش في شقة مع our families I can relax هتسترخي and do my homework in my وتعب لك وكفين living room حجرة المعيشة bed room حجرة النوم kitchen مطبخ ولا balcony طبعا in the bedroom سؤال الثالث I can't see the holy street تشوف الشرع كله from the A هتقف في الكتشن تشوف الشرع كله ولا bed room ولا bathroom ولا balcony طبعا من البلكونة اللي هو balcony number four I watch TV I watch TV in the night بشاهد التلفزيون in the balcony في البلكونة kitchen مطبخ بد room الحمام ولا living room حجرة المعيشة بشاهد التلفزيون في حجرة المعيشة living room سؤال الثاني read and complete the text with the words in the box من صندوق عند rooms حجرات بد room حجرة النوم brothers أخوات أخوين يعني desert صحراء living طبعا living room حجرة المعيشة my parents اجدادي live in a big house في منزل كبير it has many نقط المنزل الكبير ده في حجرات كتير it has many rooms number one على rooms ونكتب هنا rooms it has many rooms there there are two beds في سرين in my نقط السرين بقوا موجودين فين in my bed rooms حجرة نومي in my bed room حجرة نومي I watch I watch TV بشكل التلفزيون in the نقط أتشار تزون فين in the living room حجرة المعيشة يبقى هنا number three ونكتب هنا living room مكتوبة room I love أنا أحب playing with my not in the garden ستلعب مع مين مع brothers number four brothers ونكتب في number four brothers ستلعب مع أخواته ستلعب مع أخواته in the garden السؤال الثاني في بلدنج مبنى فاميلي عائلة ستريت شارع هاوس بوت منزل مائي او منزل عائم فانتاستيك رائع ايام عمر انا اسمي عمر اي هاف ابيج نوات هوليف ان ديفرنت بلاس اماكن مختلفة اي هاف ابيج فاميلي انا نبار وان فاميلي فاختب فين افاميلي who live in different places my aunt live or not because she loves living on water ويبقى عالى ايه على منزل عائم هاوس بوت number two هاوس بوت اب Verein بوت بوت. هو منزل عائم. because she loves living on water. my uncle loves living in a house. عمي بيحب يعيش في منزل because it is a big not in a big building. مبنى كبير الحجم. يبقى building number three. وقت في number three building. زي طبعا هنا قال لي my grandparents اما اكدادي live in an apartment. بعيشهم في apartment شقة. they have a big balcony. عندهم بالكونة كبيرة. so they love the living room. يحبهم حجرة المعيشة. with the balcony. بالبالكونة. because they can see the whole. they can see the whole street. كل الشارع. بنا number four. واكتب هنا ستريت. السؤال الى بعده. choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة from a b c or d. my friend صديقي. loves to live on water. بيحب يعيش على الماء. يبقى he lives on a house boot. طبعا يعيش على الماء يبقى house boot. اللي هو المنزل العائم. apartment شقة سكنية. tent خيمة. balcony. بالكونة. السؤال الثاني. i have a big balcony. انا عندي بالكونة كبيرة. in my new. بكون اللي بتقوى موجودة في tent في الخيمة. هل الخيمة فيها بالكونة؟ لا. apartment شقة اكيد. cave. كهف. nest. عش. طبعا البالكونة كبيرة موجودة. apartment. السؤال الثالث. the tent is made of. الخيمة مصنوعة من. close. القماش. wood. الخشب. glass. الزجاج. grass. العشب. طبعا الخيمة مصنوعة من. close. القماش. number four. i sleep in the night. بنام في مطبخ. bedroom. حجرة النوم. living room. حجرة. آآ المعيشة. dining room. حجرة الاكل. او حجرة الطعام. طبعا بنام في bedroom. اللي بعده. السؤال الرابع اللي معنا سؤال القطعة. بولريد. the text and answer the questions. hello. مرحبا. my name is imad. اسمي imad. i want to tell you about myself. اريد ان اخبركم عن نفسي. اتفضل يا عمال اخبرنا عن نفسك. اللي i live in an apartment. انا بعيش في شقة سكنية. my favorite room is the living room. حجرة المفضلة. هي حجرة المعيشة. it's lovely with a big balcony. هي جميلة وفيها بلكونة كبيرة. i can see the whole street. الساعة ان ارى منها الشارع باكملة. i play games. بلعب. العاب with my brother in the living room. في حقود المعيشة. بلعب الالعاب مع اخي. i hail my mother. بساعد مامتي. organize the kitchen. في تنظيم المطبخ. i play football on friday. بلعب قطة القدم. في ايام القمع. with my friends. مع ازقائي. choose the quote answer from every city or deed. the underlined word organized. معناها ينظم او يرتب معناها ايه. كروس يعبر. كاري يحمل. طيدي يرتب. مو في ايه. يغادر. طبعا. organize the kitchen. معناها طيدي the kitchen. السؤال الثاني. عماد. plays games. بلعب. with his not. بلعب. with his not. بلعب. with games my brother. يبقى ده سؤال رقم اثنين. يبقى my brother. السؤال الثالث. يقول لي. what's a mad favorite room? ايه الحجرة مفضلة عند عماد. طبعا. هنا بيقول لي my favorite room is the living room. يبقى طبعا. هي حجرة المعيشة. the number three. واكتب هنا living room. living room. اللي هي حجرة المعيشة. السؤال اللي بعده. بقول لي what does a mad play football? when? 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 معناها متى? when does a mad play football? يعني امتى عماد بيلعب قرط القدم? بيلعب قرط القدم امتى? on fridays. بلعبت السؤال رقم اربعة. واكتب هنا. on fridays. في ايام الجمهة. on fridays. سؤال اللي بعده. سؤال اللي معنا بقول لي bank tuition is the following. سؤال bank tuition طبعا حرف w capital letter. w capital letter. what's your favorite room. وفي الاخر الجملة. on fridays. سؤال bank tuition. سؤال اللي بعده. بقول لي write a paragraph. اكتب paragraph of eighteen words. طبعا تشارك كلمة using the following guiding elements. على your room. اللي هو my room guiding elements بقول لي where do you live اين تعيش which is your favorite room وما هي حقرتك المفضلة نبص كده على البراغراف اللي احنا كتبينه طبعا باراغراف مكتوب باسم your home انا بحول your ل my واقول my home طبعا سبني النص صنطي قلت I live in apartment انا اعيش في شبكة سكنية with my family مع عائلتي my favorite room is the living room حقرتك المفضلة هي حقرت المعيشة with the balcony طبعا حقرت المعيشة اللي فيها بالكونة I can see the whole street from the balcony الشارع كله من الخلال البالكونة from the balcony I love my apartment انا احب شقتي احنا خلنا دس الاول في الوحدة الرابعة ان شاء الله في الوحدة من الخدس التاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة